وعندنا ملفات كتيرة وفيه برضو بعض الأمور اللي حنحاول نفهمها من حضرتك يعني حنترحها ونشوف فيه ايه يعني بيحصل بالذبط خصوصا المباراة مبارح يعني الناس زعلانة صباح الفل صباح الخير يا سوزان هوند صباح الخير يا سس كريم سعيدا نكون موجود معاكم طبعا خلانا نقول يعني النادي الأهل السنادي نقول موسم للنسيان يعني الأداء طبعا مش مرضي موسم للنسيان يعني الأداء طبعا غير ممكن على الفترة الأخيرة دي يمكن فيه صعوبات كتيرة وجهة النادي الأهل في هذا الموسم ضغط مباراة بشكل غير طبيعي مشاركات النادي الأهلي سواء في بطولة أفريقيا في الكاس مشاركات كتيرة جدا في كاس العلم للأندي ده أثر بشكل سلبي على أداء النادي الأهلي وأثر بشكل سلبي على لعبة الأهلي الدولية وبعد كده يعني كان قرار أنا كنت شايف قرار مجلس الدارة النادي الأهلي بقرار راحة اللعبة الدولية بعد إن كانت بقى في صعوبة في الحصول على بطولة الدورية ده كان قرار سليم جدا أن أنت تدي فرصة للمجموعة من الناشئين والشباب اللي هم ممكن تعتمد عليهم خلال الفترة لجاء وإن كان اللعبة الشباب ده ممكن تكون مظلومة لما تجي تدي فرصة لعب شاب لابد أن يكون اللعبة الأساسية أو الدولية في مستوى عشان تقدر تساعده يعني اللعب الشاب ده محتاج دعم إن يكون عنده اللعب الخبرة والخبرات الكبيرة ويكون فايق فبيدوله خبرات كبيرة جدا وبيدوله ثقة غير طبيعية ولكن المشكلة للفترة يفاتت دين بعض العيبة الأهلي طبعا طبعا أنت عشان تعالج المشكلة لابد أن تحط إيدك على المشكلة نفسها يعني خلينا نقول بعض العيبة الأهلي الفترة يفاتت دين مش هما المستوى وده عادي بيحصل في كرة القدم كتير جدا بيجي لك فترة أو كبوة ولكن الفرقة الكبيرة المفروض أن الكبوة دي ما تستمرش بشكل كبير جدا الكبوة دي حصلت قبل كده أستاذ رابي يعني لا أنا بتكلم يعني هل حضرتك غطيت حاجة زي كده حصلت مع الأهلي من فترة حصل قبل كده بتحصل من كل فترة وفترة النادي الأهلي بيتعرض عادي طبيعي فرقة كبيرة بسبب عدم تركيز بسبب سوق مستوى بسبب سوق دخط مجرد فطبيعي جدا ولكن المهم أننا نرى دي الأهلي يرجع بسرعة والسطر طبعا أن ما يخدش وقت طويل في العودة مرة حتى لو حصلت حبل كده ويمكن أكتر من مرة زي ما حداك بتأكد بس في كل مرة كانت بتحصل كلنا بنشوف حد أدنى مرتفع بكتير عن اللي حاصل ده فيما يتعلق به الأداء أنت عندك أسماء كبيرة عندنا لعيبة تقال المفروض أن الواحد منهم لو بيلعب عشرة في المية بس من إمكانياته ومنطقته والتسعين في المية رايحين نتيجة تلاحهم المباريات وتتالي المواداء البطولات وكل اللي إحنا بنتكلم عليه ده بس على الآن نشوف منه عشرة في المية إحنا في أسماء ما شفناش منها العشرة بالصحيح هو المشكلة اللي حصلت أو الكبوة استمرت فترة طويلة وكان ممكن تبقى الأمور أحسن من كده ولكن الاعتماد أنت بيبقى ما تعتمد على الناشئين بيبقى فيه حاجاتها تخسرها أو حاجات ممكن تكتسبها بتكتسب لعيب ممكن بعد كده يبقى عندك خبرات كبيرة جدا ولكن اللعيب الصغير ده أنت ممكن برضو ما تعتمدش عليه أنه هي حق نتائق إيجابية محتاج الصبر عليه هذا في الظروف العادية لو الوضع مستقر وانت بتطاعم بالناشئين أو بالمتصع دعنينا نقول الفترة اللي فاتت دي اللعيبة كلها اللي خدت فرصة اللعيبة معظمهم يعني هتلاقي ثلاث أو اثنين اللعيبة اللي موجودة عندهم خبرات كبيرة في النادي الآلي والباقي كله هتلاقي مثلا لو شفت الانبارع هتلاقي مثلا معظم اللعيبة اللي الدفع به ما عندهمش خبرات كبيرة جدا بسلسناء لاعب أو لعبين أو تلاتة فبطبيعي أن انت ممكن اللعب الناشئ أو الشاب ده اللي انت يعني ما يبقاش ظهر بشكل كويس محتاج دعم خلال الفترة الجاية محتاج ياخد أكتر من فرصة وده طبيعي جدا أنت أكيد أنت مش هتعتمد عليه كنتيجة دلوقتي صعب جدا أن اللعب لسه بلعب في الأهل كمان مع هذا الكيان مع الضغط الجمهوري مع حاجات كتير جدا مع عارف أن كل مباراة بيبقى فيها متابعة في السوشيال ميديا بتأثر عليه بشكل سلبي فبالتالي اللعب الشاب ده كان محتاج زي ما قولي حضرتك كده محتاج دعم من اللعيبة الخبرة اللي هي طبعا الفترة الفاتت دي خارج مستوى طبعا مع إراحة عدد كبير جدا من اللعيبة مع الإصابات فده أثر بشكل سلبي وأعتقد ده زي ما قلت في البداية هو موسم للنسيان والفرقة الكبيرة المفروضة أنها بترجع بسرعة أعتقد الفترة الجاية النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي أكيد حط إيده على السلبيات الفاتري فاتت الجهاز الفني سواء كان موجود أو مش موجود المفروض هيبقى فيه تدعمات كبيرة جدا وأعتقد النادي الأهلي هيعود ويقسع الجماهير والجماهير يعني بتحمل ضغط كبير جدا وأعتقد اللعيبة الدولية واللعيبة اللي خدت راحة الفترة إفادت دي ما هترجع هترجع طبعا بمستوى ترمي